ونبقى في طار هذا الموضوع ونتوسع في الحديث فيه أكثر مع ضيفنا ينضم إلينا من عمان أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن المومني دكتور حسن أهلا بك معنا بداية كيف تقرأ حملة الاعتقالات هذه التي قامت بها قوات الأمن الأردنية والتي طالت شخصيات عسكرية ومدنية صبع الخير لك والمشاهدين الكرام لا شك أنا بتقدير القاص هذه الحملة التي حدثت البارحة أنا أستطيع أن أفهمها أنها سياق استباقي بناء على معلومات أمنية واستخباراتية زي ما تحدث البيان الرسمي وأيضا المعطيات التي تشير إلى أنه واضح أن كان هناك قاعدة معلوماتية قوية حقيقة وجعلت من الأجهزة الأمنية بأن تقوم بهذه الحملة فبالتالي أنا أراها نوع من العملية الاستباقية حقيقة عملية إدارة هذه الأزمة والحملة بسياق يمكن بعبر عن مهنية عالية في الأساس حصر الأمر بأيد الجيش والأجهزة الأمنية بهذا الجانب التي لها مصداقية لدى القصر ولها مصداقية لدى الشارع حقيقة في هذا الأمر لذلك رأينا أنه كان في الساعات الأولى وحتى من تصف ليل كان الذي سيطر على المشهد هي الأجهزة الأمنية في هذا الجانب في هذا الاتجاه وهذا يمكن كان له دور إيجابي كبير حقيقة في إعطاء مصداقية والشارع تقبل والشارع حقيقة يمكن شعر بالارتياع في هذا الجانب والشارع والجميع دكتور حسن دردع المقاطعة في انتظار البيان وترقب البيان الرسمي ربما سيوضح تفاصيل أكثر حول حملة الاعتقالات هذه ولكن حسب المعلومات وما صدر حتى الآن من جهات رسمية بأن حملة الاعتقالات هذه جاءت لأسباب أمنية ما المقصود هنا بأسباب أمنية لو توضح لنا أكثر دكتور حسن يعني أسباب أمنية مواضح أن لها علاقة بأمن واستقرار الأردن سواء كان كدولة أو كنظام بهذا الجانب بهذا الاتجاه يعني عند الحديث عن قضية أمنية ليست قضية بالسياق الاقتصادي أو قضية مدنية في هذا الجانب هنا قضية أمنية بامتياز حجمها طبيعة الشخصيات المعتقلة سواء كانت جانب منهم جوانب عشائرية جانب منهم أيضا لهم علاقة وارتباطات بالمؤسسة الأمنية سواء كانوا متقعدين أم عاملين في هذا الجانب وجانب آخر شخصيات مهمة في الدولة الأردنية لعبت دور كبير في هذا الجانب بالتالي الموضوع الأمني هنا عند الحديث عن الموضوع الأمني يعني أمر يلامس حقيقة سلامة واستقرار الأردن كدولة وأيضا متعلقة في النظام في هذا الجانب في هذا الاتجاه لذلك الآن الكل مترقب هذه التفصيلات اللي يفترض أن يتم الحديث عنها لكن أنا باعتقاد الخاص موضوع التفصيلات هو بما يتلعب مع اللي حدث وتطورات لأنه الآن هذه قضية مفتوحة وما زالت حقيقتهم وما زالت تحقيق في هذا الجانب وأيضا أمر آخر اللي ممكن الإشارات اللي صدرت من حلفاء الأردن التقليديين والاستراتيجيين في المنطقة العربية السعودية الإمارات والخليج كل هذه الدول الولايات المتحدة الأمريكية كلها كانت استجابة وركزت على أمن واستقرار الأردن دعم معربي ودولي لافت دكتور حسن والإستجابة السريعة أعود مجددا لهذا البيان نحن نترقب هذا البيان ربما سيصدر بعد أقل من ساعة برأيك ما الذي سيتضمنه هذا البيان بالإضافة ربما إلى معلومات حول حملة الاعتقالات وهل سيحمل أي رسالة وما هي الرسالة التي قد يحملها يعني أنا بالتقدير الخاص البيان اللي رح يصدر رح يكون فيه إضافة جديدة لأكثر من المعلومات المتداولة ويحاول أن يوضح بعض النقاط لكن لا أعتقد أنه سوف يكون تفصيلي بمعنى سرد كل السردية كاملة لأنه زي ما حكيت هذه قضية مفتوحة وما زالت الأمور قيد التحقيق وبالتالي التفصيلات اللي بدينا حكى فيها بما يتلاعم مع الأمور التي حدثت منذ مساء الأمس إلى الوقت الحاضر بهذا الجانب وأيضا حيثيات التحقيق في هذا الاتجاه يمكن رح يتحدث عن طبيعة حقيقة الأسباب اللي عدت إلى الاعتقال علاقة الأشخاص اللي تم اعتقالهم في هذا الجانب لأنه أعتقد أنه لا شك تم التركيز على مسألة شخصيتين بهذا الأمر لكن أعتقد الآن الشارع يعلم من هي الشخصيات اللي تم اعتقالها يعني في السياق هلين أوضح نقطة هنا في الأردن في هنالك السياق الاجتماعي المترابط نعم في هنالك السياق الاجتماعي المترابط وبالتالي الذين اعتقلوا البارحة الرأي العام يعني علم عن هذا الاعتقال من خلال هذه العلاقة الاجتماعية ومن خلال أقرباهم وكل هذه الجانب لذلك الآن باعتقادي يمكن الآن يكون فيه في البيان مأسسة وتبرير وتوضيح لما جرى في سياقه الآن لكن طبيعي التطورات المستقبلية مسألة التحليل وكل هذه الأمور شكرا لك دكتور حسن المؤمني وستاذ علوم السياسية كنت معنا من عمان اشتركوا في القناة